إيران تحذر مواطنيها من نشر أي خطابات مؤيدة لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعية تحرق أعقب تعبير بعض الإيرانيين داخل البلاد وخارجها عن دعمهم لتل أبيب وفق وكالة رويترز لكن التحذير الإيراني يحمر في طياته دلالات عدة تعكس موقف طيار من الإيرانيين المناهض للسياسات بلاده الخارجية فتقارير غربية أشارت إلى تزايد الاستياء الشعبي من تموير النظام الإيراني لجماعات موالية له في وقت تعاني فيه البلاد من اقتصاد متعثر أساسا إذ تنفق إيران قرابة 16 مليار دولار سنويا على دعم أضرعها في سوريا والعراق ولبنان واليمن وفق تقرير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أما المفارقة هنا فهي أن ذلك الإنفاق السخي على وكلاء خارج يقابله اقتصاد متدهور ومعاناة من العقوبات الغربية الصارمة فرغم انخفاض معدلات التضخم في الأعوام الأخيرة لتزال مستوياتها مرتفعة بنحو 32.5% فيما تقدر نسبة البطالة بنحو 10% لكن ذلك لا ينفي أن هناك العديد ممن يؤيدون التوجهات الحكومية وهو من عكس في مسيرات حاشدة شهدتها إيران احتفالا بالهجمات على إسرائيل باعتبار أنها تحافظ على هيبة الدولة في الخارج ترجمة نانسي قنقر